بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أسرف المرسلين عبد ربي هذا المصطفى الطويل عبد القاهر يخاطب الشعب المغربي والشعب الززائري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هذان لهذا وما كنا لنهتديا لولا أن هذان الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنين لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون صدق الله الرحيم ويقول في سورة الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنتاق وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ويقول أيضا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدد وأقصطوه إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العديم ولنعلم جميعا أن الأرض أرض الله والرزق رزق الله والفضل فضل الله والأمر أمر الله والحكم حكم الله والقوة قوة الله والإخوة الإخوة في الله والمؤمنون إخوة ويقول في سورة البقرة من كان عذو لله وملائكته ورسله وزبريل ومكائل فإن الله عذو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يغفر بها إلا الفاصحون صدق الله مولانا العديم كما يقول فمن تاب من بعد ظلمه وأصلحه فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ويقول في سورة الأنعام إن هذا صراقي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبرة فتفرق بكم عن سبيله صدق الله مولانا العديم ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يردلكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من وله الله أمركم هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول أيضا الجماعة رحمة والفرقة عذاب رواه أحمد وقال الألباني إسناد حسن هذه الآيات وهذه الحادثين وجهم إلى المغاربة وإلى الززائرين وتبقى الكلمة إلى الفقهاء والنبلاء والمحللين الحقيقين ليس المحللين الأشوائيين ما أقوله على المغرب والززائر أنه إذا إذا ما شلنا حرب أنها هناك طريق الكفر يعني توجهنا إلى الكفر الآن سأتكلم عن الإخوات المغرب شعبا وحكومة يبدو أن الكل متحمس من أجل الدفاع عن وحدة التراب هذا شيء جميل جدا معنى الجميل يخدع للدستور المغربي ويطبق الفصل 38 39 والفصل 40 لأن هذا الفصول يقولون بحرف الفصل 88 يساهم كل المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية اتجاه أي عدوان أو تحديد والفصل سعود 30 يقول على الجميع أن يتحمل كل على قدر استطاعته التكاليف العمومية التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا التسطور والفصل العين يقول على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد وكذا تلك ناتجة عن الأعباء ناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد هذا كلام تسطوري تار قلنا الدفاع عن الوطن حيث أن مرة يمر الوطن أحيانا لفترات يتعرض فيها للخطر فيكون من واجب المواطن القيام بالدفاع عن وطنه وفي مثل هذه الظروف يكون الدفاع عن البلاد أول واجب وطني وأمامه يجب أن نترك المصرات والملدات ونضحي بكل سعادتنا في سبيل بقائه عزيز الجال موحور الكرام كل مننا يؤمن بوجود وطن بوجود وطن مغربي ويكن له المحبة والتقديس ويهيب للدفاع عنه والتضحية في سبيل شرفي فما هو هذا الوطن وما هي عناصره الوطن المغربي أرض ذات حدود معينة قررت الدولة المغربية واعترف بها جميع دول العالم فهو الأرض التي تقع بين خطوط الطول 27 و36 وخطوط العرض 1 و13 يحده غربا المحيط الأطلسي وشمالا البحر الأبيض المتوسط وجنوبا الصحراء القبراء إلى السودان وصرقا الززائر الشقيقة ومساحة الأرض الواقعة بين هذه الخطوط تناهز 550 أجل متر مربع نحن كمغربا يجب علينا أن نعرف خريطة الوطن مع نهاية حدوده المحترمة كما يجب علينا أن نعرف جميع الحكومات التي تقلدت مسؤولية شعبه منذ سنة 1956 أنها عشرين حكومة إلى أن إلى الآن بإسم إلى بن كيران من خلال هذه العشرين أو واحدة وعشرين حكومة أنها تمانية حكومات لاحظنا أنهم وقعت أحداث ومسائل كانت سيئة لا ترضي الوطن ولا المواطن لكن هذه الحكومات التي سأعتبرها لم تخذ أمرا أو تعتني أو يهمها شيء في المنهات القابلة وجدنا أن ثمانية حكومات كانت أشباحا كالآخرين كذلك إلى أن هذه الثمانية تشجلت في عهد أحداث وعزمات وكوارث بشرية إلى أن المواطن المغربي كان دائما صامدا أمام هذه الأمور كان المواطن المغربي دائما يراعي المصلحة العامة للوطن وكثيرا ما كان يضحي بحقوقه الخاصة حفاظا على المصلحة العامة للبلاد إلى غاية أنه أصبح يفكر بالهجرة إلى الخارج ذلك من أجل العيش من أجل كسب القوت هذا سببه أن الحكومة أو الحكومات عبر الزمان لا تهتم ولا تعطي أهمية ولا مجالا للمواطن أن يتوفر على حقوقه مقابل الواجبات التي يقوم بها الحكومات التي سجلتنا عليها خروقات وعدم الاهتمام بالمواطن أولا سانت حكومة أحمد البحنيني من 63 إلى 65 ثم محمد بن هيما من 67 إلى 69 يليه أحمد العراقي من 61 إلى 71 يليه حكومة محمد كريم العمراني من 71 إلى 72 ثم حكومة أحمد عثمان من 70 إلى 79 ثم حكومة المرحوم المعطي بوبيد من 99 إلى 83 ثم عزدير العراقي من 86 إلى 92 ثم أخيرا الدريس من 2000 وجوز إلى 2007 اليوم نحن مع حكومة اله الكيران الجميع يتهم ويعرف الإخوان المغاربة مستعدون أن يدافعوا عن الوطن الحبيب وبعض الدراسة والتحليل كما جاء في الفصل 38 و39 وربعين وبناء على عيوب الحكومات وتاريخهم الفاسد والظالم لا يكون الدتاء عن الوطن بطريقة تلقائية وإشوائية همجية كانوا بالأمس القريب يرددون على ألسنتهم نحن لا نتخلى عن حبة واحدة من رمالنا ولا نتخلى عن شبر واحد من ترابنا أو من تراب أرضنا فهذا كله كثب خداء ينافعون الشعب ينافعون المواطنين المغربي يجب علينا أن نعرف ضد من نحارب نحارب ضد إخواننا في الإسلام الجزائريون لا يمكن حرام باطل أن نحارب المواطنين مغالب بقيادة عبد العزيز المراكسي بتراب الجنوب في الصحراء لا يمكن المواطن في الصحراء بقيادة عبد العزيز المراكسي ليس أعداء لا إنما هناك نزال بين الحكومات السابقة والمجموعة المذكورة لماذا الحرب يجب الحوار أولا الجاد الموضوعي الحقيقي لنجد حلا سلميا ونعود أو تعود المياه إلى مجاريها أما الحرب يجب أن ننبه العالم على أن هناك بجانب المواطن المغربي في الصحراء جماعات إرهابية جماعات إرهابية تخلعه وتخلع المغاربة جماعات ظهرت تتآمر على المغرب من الخارج خلال سنوات قليلة بعد المسيرة في الخضراء بقيادة الحسن الثاني رحمه الله وتأكد منها المغاربة المخلصين بعد أن واجهت هذه الجماعات بالسلاح المنطقة سنة 1991 ثم تدخلت الأمم المتحدة وأوقفت هذه الحرب عند بدايةها خوفا على المجموعات الإرهابية بجانب المجموعة المغربية برئاسة عبدالزيز المراقشي أن يقضى عليها أنها وقفت هذه الحرب واليوم نحن نطالب من إخواننا المغاربة أن يبتعدوا ويتجنبوا هذه الجماعات الإرهابية نحن نعلم بأن هناك جماعات إرهابية وإلا نعتبرهم خوانا للوطن ثم نجعلهم في صف واحد مع هذه الجماعات إرهابية ونحاربهم إلى النهاية لا يعتقدون أن لديهم أسلحة متطورة ذات إمكانية عالية نحن سنسقطهم وأسلحتهم والتاريخ سيشهدوا هذا ويكتبوا في صفحاته لماذا أراد أن يكسب والله وليو المؤمنين لهذا نقول على أن هذه الجماعات الإرهابية حيث أن نحن نعلم حق العلم وأننا نتيقنون حق اليقين أننا كنا جنود في الصحراء بعد المسيرة قبل المسيرة وبعد المسيرة بسنين قريبة قليلة قبل المسيرة ولا بعد المسيرة إلا ما كانت هناك عند المواطن الصحراوي أسلحة ولو فرضية لا نقول التقيلة بل خاذفة لم يتوفر عليها أنا ذلك لهذا نخبر أعداء المغرب والمغاربة بأنكم تريدون أن تقسموا التراب بإسم مجموعة وقع على خلاف مع المسؤولين المغرب هذا يبقى نزاع داخلي لا يجب أن يتدخل فيه الغير أو الإنسان خارج الوطن وأننا ننوم الحكومات السابقة لأنهم فتحوا مجالا للكفار ولأعداء المغرب ولأعداء المواطن المغربي فتحوا مجال في الكلام وفي تدخل في شؤون المغرب الداخلية اليوم نطالب الجميع بتطبيق الشريعة الإسلامية ونطالب الجميع أن يصافحوا وأن يخاطبوا الإخوان في الززائريين على أننا ليس لنا بينهم وبيننا وبينهم نزاع ولا خلاف ولا أي شيء يجب عليهم أنفسهم أن يتطبقوا الشريعة الإسلامية ونقول للمواطنين الذين وجدوا في الصحراء إن أزلوا عن إخوانهم المغاربة برئاسة النزيز المراكسي توبوا إلى الله ونكرم لهم توبوا إلى الله ويقول الله سبحانه وتعالى فمن تال للبعض يطمه وأصبح فإن الله يتوب عليه إن الله غفو رحيم وإن لم يتوبوا وإن لم يتراجعوا عن هذا الموقف نقول لهم على أننا سنزعلكم في صف واحد مع الجماعات الإرهابية التي تساندكم وتعازركم وسنقضي عليكم جميعا ونقول لهم ونقول لهؤلاء الذين دفعوا بهذه الجماعات وجعلوها بجانب المواطن المغربي في الصحراء سنعطيكم درس ونعطي درس للعالم وأنا هذه الأداء أقول لهم أنا صاحب الشريط الذي سميته ضد من يكون هذا العدو الجديد وأعطيته ألوانا بالفرنسية كون تركي سنوهو إن مي وحضفوا هذا الشريط ومخلوش هذه لم يطرقوا المجال للبشر أو لبعض المسؤولين أو بعض القادة أن يفهموا هذا الشريط ويعرفوا الحقيقة لكن أنا أقول لهم كما قلت لهم على أننا نحن بالمصاد لهذا العدو وكررتها ثلاث مرات اليوم نحن بالمصاد لأهداء المسلمين والإسلام نحن بالمصاد نحن بالمصاد نحن بالمصاد نحن لا نخشى أحد ولا نخاف الموت لأن الموت لعمر الله والقضاء الله والحكم حكم الله نحن لكم بالمصاد وسنواجهكم مواجهة لم يسبق لها مثيل وأقول للحكومة المغربية أن لا تبادر إلى الحرب ضد الجزائر أو ضد المواطن المغربي في الصحراء إلا بعد ما أن نعطي مهل للمواطن المغربي في الصحراء أن ينفصل عن الجماعة القرابية لأننا سنحارب الجماعة القرابية ولا نطالب من العالم أن يساعدنا على هذه الجماعة نحن متيقنين على أننا سنحاربهم بوحدنا وبسلاحنا الخاص بنا سنحارب هذه الجماعة القرابية دون السعانة من دول الأجنبية وهذا كلام صحيح وسيراه أو سيعرفه الخاص العام في المستقبل القارب إن شاء الله رحمه الرحيم الحكومة المغربية الغبية تجيب عليها أن تخدع إلى الشعب ليس باسم الأحزاب لأن الأحزاب السياسية هي التي ورقت المغرب والمغاربة في هذا الأمر وجعلت أن خيرات المغرب استفدون منها الأجانب ويحرمون منها المغاربة واليوم كيف نقول المثال أردت أن تجعل شيئا كيف نقول بالدارجة اليوم إذا تبعنا هذه الحرب وتبعنا هذه الحكومة تثمر بالدارجة لا بيض ولا فراخ الأمر الأمر أمر الله وهو بيدنا والحكم حكم الله وهو بيدنا اليوم ما دمنا أننا متشبتين بالله سبحانه وتعالى وبسنته سنهزم كل من أراد سؤال بنا وهذه الحكومة التي ذكرنا الأسناء ديالهم رجعوا للتاريخ يا مغاربة وشوفوا الأحداث التي وقعت في عهدهم وكيف كانت تدخل ديالهم وكانت رأيهم في هذا الأمر ما من شيء أخذوه في حق هذه الأمور التي وقعت في عهدهم ولهذا أقول اللهم هدينة من هديت وعافينة من عافيت وتولنة من توليت وبارك من هديت وإن أشتروا مقادئت إنه لا يعز من عديت ولا يدل من وليت تباركت وتعليت يا ديالجل والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته